ده شيء مهم جداً على الإنجاز طبعاً المنتخب الغد والمشوار الحلو اللي عمله كمان ده كان مهم جداً أن يكون الإنجاز الفني مع الإنجاز التنظيمي هو التنظيمي سيارتك زي ما بتقول بالزبط الكابتن هاني كانت في البداية من الدكتور حاصل مصطفى أصر أن البطولة تتعلم أنا عايز أخذ بقى عملية الإصرار ديت وعملية أن أنت عارف طبعاً أنت حضرتك طبعاً المدير التنفيذي لللجنة الأولمبية اعتذار توكيو نفسها الدولة الكبيرة العظيمة على الأولمبياد وإصرار مسؤولين مصر وإصرار الدكتور حاصل مصطفى إصرار طبعاً القائد الأعلى عبد الفتاح السيسي بنفسه أصر على هذه الإصرار ده كان جاي بناء على الثقة الكبيرة أن نخش هذه التحديات الكبيرة رغم التخوفات الكثيرة من فيروس كورونا وتدعياتها شوفها كابتن هاني لازم نتكلم في حاجة مهمة قوي أن البطولة دي يعني أول حاجة أن الدكتور حاصل مصطفى قال للناس كلها الاتحادات كلها في اجتماع ما كنا في الهيئة المصرية الهيئة العامة للإستعلمات واجتماع كونفرنس كول مع الناس كلها وقال لهم البطولة تتلعب وكل حاجة في وقتها وما فيش تغيير في البطولة بعد اللي حصل في اللي قالوا كابسولة في تسعة ديسمبر والكلام ده وتغيير ولازم الفندوق يبقى فندق واحد والناس كلها الفندق ميبقاش في حد والبيت الناس كلها الاستعفل في الفندق في مكان واحد والسوقين يبقوا بيتي مع الناس واللي عاملين واللي استعفلت الفندق بيتي ففي تسعة ديسمبر والبطولة بعدها بكم يوم انت هتجيب فنادق منين تقف الفندق بواحده. حتى هنقول لو الفندق خلاص هتفضي الناس. طب لو حاجز فرح. ممكن تتجوز كمان يعني اجل الجواز. بعد البطول. شو حاجة عروسة تانية مش عارف. حاجة طبعا مش طبعية. مش طبعية. ها. للامان يعني اه الطبيعي. حاجة في انتك صحيح. عروسة تانية. عروسة تانية وهو طبعا. اه. هي طبيعي. ان اي دولة مش هتدخل في التحدي. طبعا. يعني مش عايز اقول ريسك. اه يعني ريسك عالي جدا جدا جدا. اه. انت شايف في موطشات كتير جدا في الدولة الانجليزية بيحصل اصابات وكورونا ودول انجليز واخدين بالهم. طبعا. في موطشات بتتأجل بتلغي عشان الاحداث. مفيش بطولة في العالم بتلعبة لعبة جماعية غير البطولة دي. مرحب. فاسرار الاتحاد الدولي انها تتعامل في ما كانها. وتحدي الدولة المصرية. يعني ولازم نقول الدولة المصرية. برئاسة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال جهود الدولة المصرية كلها مصخرة للبطول. طبعا الدكتور حسن مصطفى مش هيقول للاندية دي كلها او الدول دي كلها ان خلاص الاقامة هتكون موجودة في مصر. غير لما يكون طبعا راجع للإدارة السياسية وعارف ان هم سوفورت ليه وهو كل المشاكل هتتحل في فوقت القياس يعني. التحدي ده جي من الدولة المصرية. اه ان ال اه. بقولك اي دولة تانية. انا ايه اللي دخلها في المشاكل دي و اه حد يحصل حاجة وكلام ده. انت اه اه في اه يعني اه اه الحاجات دي اه في حاجات لها فيها حسابات. انت ممكن تاخد مخاطرة بس محسوبة. لكن المخاطرة دي مش محسوبة. ليه? انت ما تعرفش الفيروس ده ايه وزروفه ايه وممكن يجي ازاي ولا له علاج ولا اي حاجة. فانت بتلعب مخاطرة صعبة جدا. لكن اه لقوة الدولة المصرية وعزيمة الشعب المصري. و اه و اه و ايمانا ان احنا ممكن نقف و و نعمل حاجة كويسة. انت بتكتب مانيول جديد انت عمل. اه اه اه. ان انت تقول هتمشي بالحاجة دي ازاي. و جايد لاين انت بتكتبه بقيلة. هتبقى في اجراءات صحية تمشي ازاي كذا كذا. اه يعني مخاطرش من الانجليزية الا اسبانية. عشان تسألي حد من الف سحوره 18 كلهم متهم. لقد عملتوا ايه حضرتك انا. هم عملوش بطولة اصلا. حد موب.